السلام عليكم ورحمة الله أول كلمة عندنا هي كلمة Deprived of وهو فريز الرب فعل وحفقر وده معناه to rub off or to dispossess or to take something away from someone يعني يحم من ويهنا جاي في الدرس مع الحمام من النوم Sleep deprivation or deprived of sleep كلمة تانية هي كلمة chronic adjective صفة something that continues for a long time and cannot easily be solved الشيء المزمن كألم مزمن أو مرض مزمن يعني يأخذ فترة طويلة للعلاج Next we have drowsy drowsy adjective being in a state between sleeping and being awake اللي هي حالة النعاس ما بين النوم والاستيقاظ فعندنا drowsy بمعنى يشعر بالنعاس Genetic عندنا كلمة Genetic بمعنى Belonging or Relating to Genes يعني جيني أو متعلق بالجينات Genetic Makeup ومنها Genetic Makeup اللي هو alchemical structure that defines individuality أو التاكيب الجيني التاكيب الوراثي أو التاكيب الجيني وهو الDNA الخاص بصفات الإنسان اللي بيتواثى عن طهي العوامل الوراثي Restful Next we have the word restful this is an adjective صفة peaceful and quiet making you feel relaxed ممكن نقول عليها هادي أو مريح Restful وهنشوف دلوقتي الكلمات بالأمثلة Shallow Next عندنا كلمة Shallow Shallow بمعنى Not Deep ليس عميق بمعنى ضحل أو غير عميق ونقدر نقولها هنا على Shallow Sleep اللي هو النوم الخفيف جدا يعني كأن الواحد مش عارف ينام وعكسه Deep Sleep وهو النوم العميق Deep Sleep وهجلنا هنا كلام على Types of Sleepers أنواع الناس اللي بتنام Shallow Sleepers اللي هم بينام ونوم خفيف ودول Get off feeling tired وDeep Sleepers اللي هم بينام ونوم عميق Get off feeling refreshed دي الكلمات Chronic مزمن Deprived of محروم من Drowsy يشعر بالنعاس Genetic makeup التعكيب الجيني أو الوراثي Restful بمعنى مريح أو هاري ويا آخي كلمة كلمة Shallow بمعنى غير عميق أو ضحل تعال نحل الاكساساز على الكلمات عشان نثبتها Fill in the spaces with the right word from the list عندنا كلمة Chronic Deprived of Drowsy Genetic makeup Restful And shallow يلا نبدأ مع بعض من يحل الاولى Number one Children have to stay in the end of the swimming pool for their safety Swimming pool هو حمام السباحة ويكون مقسم الى مناطق فالchildren المفروض يكونوا في أي منطقة في العميقة والله Very good Shallow Shallow end اللي هي القانب غير العميق Number two Humans are different because of their Even within the same family حتى في نفس العائلة بيختلف البشر عن بعض بسبب Very good Genetic makeup التعكيب الوراثي أو الجيني Number three People who are sleep might have serious accidents ممكن يعملوا حوادث قطيرة الناس اللي بيحصل الله هي Deprived of Very good يعني محرومين من النوم أو لا يحصل على النوم بقدر كافي ممكن يتعرضوا لي حوادث Number four Some diseases are Which means Patients have to live with them Some diseases بعض الأمراض ممكن أوصفها بأنها ده معناه أنهم بتعيش مع الناس أو المرضى لفترة طويلة فعندي كلمة Very good Chronic معنى هنا مزمن تتقل كمان على المشكلات لو حابب أوصف مشكلة مزمنة أو مشكلة ليس لحل ساية The last one number five I had a relaxing and عايز حاجة تعطف على كلمة relaxing هنا Weekend With my family last week طبعا هتكون Restful يعني أضيت أجازة هادية أو مريحة مع الأسرة Okay القوزة ده بيقول Complete number one Complete the following questionnaire عندنا هنا ده استقصاء أو بحث كده استطلع About your sleeping habits عن عادة النوم and discuss Good sleeping habits ده أسئلة بتحلها كل واحد أو بتحلوها عن أنفسكم أفهر صح وخطأ What time do you go Number one Do you go to sleep on school nights يعني أيام اللي فيها مدرسة في أي ساعة بتنام في ثلاث إجابات ABC السؤال الثاني Why do you go to bed at a particular time إيه سبب الذهاب للنوم في وقت معين يعني إيه اللي بيخلي الواحد يوحي ينام في الوقت ده أو إنت بالنسبالك أو بالنسبالك طبعا هنا عندنا أسباب زي اليوم بيكون مليء بالأنشطة اللي جاي أو مواعيد العائلة family schedule أو you feel sleepy عندما أشعر بالنواس السؤال number three What time do you wake up on school days وقت الاستيقاظ بقى اللي هو العكس في اليوم اللي فيه دراسة عندنا ثلاث إجابات السؤال number four What usually wakes you up on school days كيف تستيقظ من النوم عن طريق الألارم clock المنبه أو parent أحد من الأسرة أو الوالدين أو نويز ضوضاء Number five What time do you sleep on weekend nights طيب لو ما عندناش دوام تاني يوم أو دراسة يعني يوم الخميس أو الجمعة اللي هو الويك أند أي وقت بتنام فيه عندنا ثلاث بردو خيارات وآخر سؤال العكس What time do you wake up في أي وقت تستيقظ on weekend days في أيام النهاية الأسبوع أو العطلة طبعا عندي ثلاث اختيارات السؤال الثاني منطبط بين السؤال الأولاني وبيقول ليكمل التابل complete the table below the actual times that you wake up and go to sleep عندنا زي ما احنا شايفين خنتين wake up اللي هو الاستيقاظ وgo to sleep اللي هو النوم والأيام من يوم الأحد Sunday لحد يوم السبت فهنكتب الساعات يعني مثلا wake up Sunday ممكن نكتب ساعة 6 ممكن Monday 6 Tuesday 6 and so on ويوم القمعة والسبت ممكن نكتب 8 9 10 and so on go to sleep ممكن نكتب هنا 10 9 p.m. مثلا ممكن 1 a.m. إذا كان الواحد في صهر في الويك and so on كل دي عشان الواحد يبقى عنده فكرة عن عاداته في النوم أو habits concerning sleeping أو sleeping habits دي القطعة بقى اللي اتكلمنا عنها اللي هو موضوع النوم وهنتكلم مع بعض أو هنقرأ عن أهمية النوم تمام ويهن يحصل في حالة انعدام النوم أو الحرمان من النوم بيقول لي السؤال why is sleeping important نركز فيها لأنه ممكن تأتي كموضوع تعبير أو تلخيص يعني فيها ردة نقاط مقسمة 1 2 3 4 5 خمس فقرات number 1 بيقول how much sleep do you need each night طبعا احنا شايفين هنا بدين الموضوع أو المقالة بطريقة سؤال فمحتاج تنام أدئي كل يوم are you getting enough sleep هل تحصل عن نوم الكافي what is the importance of sleep طبعا اهمية النوم the rest of this article will give you some useful information and advice ويقول لي في المقالة دي هتدي لي معلومات ونصيح number 2 exactly how much sleep we need depends on يعني بيعتمد على several factors عدة عوامل ايه العوامل دي including your age العمر our daily routine الرتين اليومي the quality of our sleep جودة النوم and our genetic makeup اللي هو التاكيب الجيني الخاص بنا فده بيخلي عدد الساعات تختلف من واحد الى اخر we know that most adults معظم البالغين need about 8 hours sleep a day حوالي 8 ساعات في اليوم محتاجنهم but this number can vary greatly ناخد بانا كلمة vary هنا بمعنى يتنوى مش بمعنى جدا ده فعل vary يتنوى او يختلف greatly ويعندنا short sleepers اللي هما بيناموا نوم قصير may need only 5 hours whereas بينما long sleepers الناس بتنام الفترة اطول may need 9 to 10 hours من 9 ل 10 ساعات babies need about 16 hours a day الاطفال الحديث الولادة او البيبز الصغار بحوالي 16 ساعات في اليوم ممكن ينام while many teenagers لكن المراهقين need an average of 9 hours حوالي 9 ساعات في المتوسط so number 3 how do we know if we are getting enough sleep طيب نعرف ازاي نحن بالنام او نمنا نوم كافي in general بشكل عام if you feel drowsy during the day لو حسيت بانك drowsy اخذناها في الكلمات بمعنى تشعر بالنعاس اثناء النهار you need more sleep طبعا بأنت محتاج نوم يعني ما خدش نوم كفاية you may think that you are sleeping for long enough but these are some of the signs لبعض العلامات that you may need more انك محتاج تنام عدد ساعات ازيد اول حاجة you cannot concentrate نتنام concentrate بمعنى يركز يعني لا تستطيع التركيز at school or work في العمل او في المدرسة تلاقي نفسك مش عارف تركز you find it difficult to get up in the mornings الصبح كده ساعة الاستيقاظ تلاقي من الصعب الاستيقاظ او النهوض من الفراش ممكن كمان you are moody or irritable تشعر او تشعرين بالتقلب المزاج او ساعة الغضب او التأثر you have memory problems بيكون في مشاكل في الذكاء تنسى اشياء في وسط الكلام او غير متابع طب عندي كلها معناها علامات لنقص النوم طب لي بقى مهم من النوم according to the national sleep foundation في مؤسسة خاصة بدرسة النوم او ابحاث النوم وختصارة NSF sleep is essential for person's health يبقى person's health اللي صحة الشخص مفيد لها جدا او مهم جدا لها النوم and well-being والصحة بتاعت first sleep helps the brain بيساعد المخ retain new information in one's memory يبقى اول حاجة انهم بيعملها لي انه بيساعد المخ انه هو يحتفظ بالمعلومات في الذكاء okay in studies people who had slept after learning at Hask did better on tests later طبعا الناس اللي بتدس تمين معين او شيء معين وبعدين بتنام بعده بتؤدي افضل في الاختبارات لان الذكاء بتشتغل افضل بهذا الشكل عشان النوم بيثبت الحفظ هنا all right so second ثانيا people who are deprived of sleep طبعا العكس لو الناس المحرومين من انهم might gain weight ممكن وزنهم يزيد ايه سبب because their bodies would process and store carbohydrates لان اكسامهم بتشتغل عليه تخزين المواد الكربوهايدراتية تمام عشان تديهم طاقة فيما بعد and alter levels of hormones وتغير هنا alter يعني change مستوينات الهرمونات that affect their appetite اللي كمان بتؤثر على الشهية بتلاقي الشهية التسعت وبقت اكتر ومحتاجين اكتر طعام اكتر في الوزن بيزيد في النهاية third sleep loss هنا فقدان النوم او انعدام النوم contributes يساهم to a greater tendency to fall asleep during the daytime ان الانسان بيميل ان هو ينام او يحصل له غفوات اثناء النهار these lapses طيب اي المشكلة لو حصل الكلام ده may cause falls ممكن يحصل سقوط واحد يسقط اذا كان جالس في مكان او وعف ونام فاجأة او شغال مثلا على مكان محتفى and so on and mistakes وفي اخطاء such as ايه الاخطاء وايه حجم الاخطاء ممكن يكون medical errors اخطاء طبية اثناء الجراحة او علاج المرضى ممكن يحصل طبعا اخطاء air traffic mishaps طبعا الطيران او الطيرات ممكن يحصل فيها حوادث مؤسفة and road accidents الطرق ممكن يحصل عليها حوادث اوكي كل دي طبعا نتيجة ايه فاقد التعكيز او انعدام النوم او الغفوة او النوم المفاجئ اللي بيحصل finally في النهاية chronic sleep deprivation طب لو استمر الحال لفترات طويلة من الحمام النوم ايه اللي بيحصل alters the immune system الimmune system هو جهاز المناعة بيتغير including the activity of the body's killer cells حتى الخلايا اللي هي بتقتل الامراض number five how sleep also affects us طبعا الكيفية بقى او جودة النوم بتأسر علينا when we fall asleep فعندما ننام our sleep can be deep ممكن يكون عميق or restful or light ان شاء او ممكن يكون نوم خفيف اللي بينام نوم خفيف او ما بيطعم كش في النوم بيقوم لسه مرهق ومتعبان ومحتاج ينام while deep sleepers wake up refreshed لكن الاشخاص اللي بتنام نوم عميق او كافي بتستيقظ داني يوم وهي في حالة من النشاط وان تعش دي القطع كده بتاعتنا اللي هنحل عليها الاسئلة الجاية كلها فعندي الاكسرساز الاولاني بيقول لي read the article and match these headings with the paragraphs they relate to they are two headings you do not need هنا دي عندي عنوين من A ل G عايزين نوصلهم او نوفقهم مع الفقرات اللي لسه اينهم من واحد لخمسة فنشوف اي عنوان يصلح لكل فقرة وبيقول لي ان دول سبعة يعني عندك اتنين زيادة مش هتحتاج بيقول the effects of lack of sleep اثار نقص النوم how to stay awake while driving different kinds of sleep the value of sleep questions to ask yourself sleeping positions different individuals have different needs كده نشوف اول واحد اللي هو هيكون الفقر الاولى اللي كان فيها اسئلة questions to ask yourself هل احصن على النوم الكافي ازاي اعرف عن سوءا الفقر التانية كانت على different individuals have different needs باختلاف الافراد بيختلف احتياج للنوم زي ما قلنا الكبار في السن الصغار المراهقين and so on next عندي الفقر التالتة يصلح مع هذا عنوان the effects اثار of lack of sleep اثار نقص النوم قلة التركيز وانعدام والاخطاء اللي بتحصل number four can the value of sleep او الفقر الرابع كان بتتكلم على قيمة او اهمية النوم واثارها على الصحة والاشياء اللي كانت بتحصل نتيجة انعدام النوم او الحرمة من النوم زي الامراض وزي النقص المنعة and the last one اخر فقر هتبقى c different kinds of sleep اللي هي نوعيات المختلفة من النوم زي اللي هو deep sleep وال shallow sleep okay very good everyone كده احنا خلصنا الفقر وحطنا الله عنوين number four بي اولي read the article again and complete these sentences with a word or phrases هنكمل الجمل من الفقر بكالمات من الفقر باستخدام كلمة او كلمتين حسب ما هو موجود بين الاقواس فبيقول adults and teenagers need a lot less sleep than اكتر من مين بيحتاجوا لهم babies okay فالبابيز هما اكتر حاجة فالباقي الفئات adults وتيناجers بيحتاجوا اقل less b بيقول it is who seem to need the least sleep من اقل لناس least تنا الاقل الناس بتحتاج ان هي تنام very good all people احنا هنالدول اقل لفيها بتحتاج تنام see people who do not get enough sleep الناس التي لا تحصل على نوم كافي ما يفاند it difficult to طبعا at work or at school or at work بيلا او من الصعب ان هما ايه excellent ممتاز انه او concentrate قلنا concentrate معنا اركز من الصعب التركيز sleep deprivation ما يكوز الحمام النوم قد يسبب weight gain زيادة في الوزن عن تغيير by altering ايوه كلمتين hormone levels اللي هي مستويات الهرمونات اخر قملة بيقول your immune system اللي هو نظامك المناعي او جهازك المناعي would be affected if you were لو انت هاصل لك ايه انعدام النوم او الحمام النوم deprived of sleep good job everyone كده حلينا الاكسرسيز الرابع next عندنا اكسرسيز number 5 هنا بيقول look at the article again تاني القطع او سيعا ونشوف are these statements true لو صح هنحط t or false او خطأ نحط f وي justify يعني فسر ليه الاجابة عمتها كده بيقول a the article المقالة gives information but no advice المقالة دي اديتنا معلومات بس ما تدناش نصائح هل الكلام ده صحيح بالضبط حصل ايه انها ادتنا معلومات لكن ما اديتناش نصائح فهنا نقدر نقول ان الجملة هنا true صحيحة ما ما قال ليش تنام ازاي تحسن النوم ازاي وكذا لكن قال لي معلومات 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 ولميات نصائح الجملة الثانية ب we do not all need the same amount of sleep كلنا بنحتاج كميات مختلفة من النوم هل الكلام ده لا نحتاج نفس الكمية من النوم طبعا هنا الكلام صحيح يعني الكبير غير صغير غير المراح and so on c factors that affect the amount of sleep العوامل او العناصر اللي بتأثر على كمية النوم او مقضاء النوم we need include the color of your hair داخل فيها لون شعرك او لون شعرك and where we live و المكان اللي بنعيش فيه هال الكلام ده صحيح هال ده بيأثر على النوم وساعات النوم طبعا الكلام ده false خطع ما لهش علاقة والجملة طبعا اللي انه قلنا عن الجناتك make up الage and so on لكن ما فيهاش طبعا the color of your hair or where we live دي if you feel very lively during the day لو حسيت بحيوية كده ونشاط في النهار you probably need more sleep احتمال تكون محتاج نوم اكتر طبعا ده عكس الواقع اللي هو false هي if you feel a drowsy during the day the last one e most teenagers need about nine hours sleep per night معظم المراهقين محتاجين حوالي تسع سعات كلام ده فعلا مطابق لليل قي في القطع يبقى القملة صحيح اوكي good job عندي قدوة زي ما احنا شايفين كده على اليسار verb اللي هو الفعل وعلى اليمين noun اللي هو الاسم فابيقول لي find the following verbs in the article الافعال اللي موجودة على اليسار دين تلحها من القطعة ونحولهم make nouns from them الى اسماء فأول واحد need يحتاج طيب النown اللي هو حاجة هتبقى need برضو حاجة او يحتاج b give give يعطي طيب عايزين كلمة تعطية او هبة او منحة gift very good gift c no no يعرف والكهنة لا تنطق no يعرف طيب المعرفة تكون knowledge knowledge d feel بمعنى يشعر طيب الشعور axel منتازين feeling think يفكر طيب التفكير او الفكر thought او فكرة thought concentrate معنى هيركز طب التركيز كنون concentration concentration g cause يسبب او يتسبب في طب سبب نفس الكلمة بدون تغيير زي كلمة need كده cause هي cause السبب او مسبب اخر كلمة alter بمعنى يغير change فهنحط لها alteration اللي هو التغيير وبكده نبقى حولنا الكلمة مشتقاتها الى من فعل الى noun اسم وعندي كده الشكلين او الصوتين قدام اخي سؤال بيقول لي how does sleep affect your lifestyle كيف يؤثر النوم على اسلوب حياتك او اهمية النوم قيمة النوم and so on طبعا اول حاجة sleep refreshes our brains بنشط الذهن بتاعنا او العقل good sleep leads to fewer naps during daytime sufficient sleep النوم الكافي helps us relax and to be refreshed كل دي اشياء طبعا بنستفيد بها او نقضي it's no secret that high quality shot eye النوم اللي جودته عالية او نوم كافي important for attention الانتباع concentration تاكيز reflexes ال reflex اللي هي رضات الفعل اللي هو نحن ازاي بنتصرف بسرعة اللي هي رضات الفعل بدون تفكير decision making اللي هو اتخاذ القرار وآخر حاجة كلمة ده كده اخر سؤال في او في الدرس بتاعنا بكده عزاء طلب الطالبات نكون وصلنا لنهاية الدرس اليوم واتمنى ان يكون تفاهم خلاص وبأساس اللي عنده اي سؤال او ملاحظة يكتبها في التعليقات اسفل الفيديو اللي مشتركش لحد الوقت اعمل سبسكرايب وشير الفيديو عشان الناس كلها تستفيد احب اشكو متابعيني وعرفكم ان التفاعل مع الدروس بيشجعني اكمل السلسلة واعمل الدروس اللي هتفيدكم في المنهج واللغة انجزيرة بشكل عام وبالتوفيق للجميع والى اللقاء في دور القادمة والسلام عليكم ورحمة الله